صانية الرؤى باللحمة المفرومة دي صديقة العزومات لازم تبقى موجودة عالصفرة في اي عزومة تعتبر اسهل الاكلة ما بتاخدش وقته ممكن تدخل المطبخ في ربع ساعة تطلع لهم بأحلى صانية رؤى لو عايزها تطلع مظبوطة معاكي وحمر كده من فوق وكمان الناحية التانية اعرها هيبقى مقلي قلي كده خش على الفيديو وقولك الطريقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ومصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد لو اللحمة كبيرة معاكي تعالى اقولك تستوي بسرعة ازاي اول حاجة حطنا معلقة صغيرة السبع بهرات ومعلقة صغيرة فلفل اسود عايزين بقى اللحمة دي ما تاخدش وقته على النار نروح حطن لها معلقة صغيرة سكر ايوة سكر سكر وثلاث فصوص توم هنخرطهم على اللحمة اول لما ينزلوا عليها يضعفوا درجة الحرارة علشان بقى اكسب وقت هحطوا مياه في الكتل عبل مخرط البصلاية نخرط البصلاية تخرى التقلية كده عشوائي اي حاجة ونحضر الفلفل اللي عندك يستحسن يكون فلفل رومي عندك قرن احمر حطي قرن اصفر حطي قرن رومي اخضر حطي الفلفل كله كالسيوم ومغزي جدا نسيب بقى الفلفل الالوان دي بك ميته كده والبصلاية تبك ميتها واللحمة تنزل البهريز اللي فيها ونفضل نقل بالغاية لما تنشف كل دا وحبتين المياه في الكتل واول لما تغلي نروح نازلين بي عند جهة صدمة نقطي بقى النار عليها خلاص مفيش اعلى من درجة الغليان ونقفل النار عليها بدأت تستوي ركنها نشوف بقى الاكلة الجميلة اللي بنعملها النهاردة حطينا معلقة ثامنا في صانية علشان نقل بصلاية وفلفل الالوان ونعصج اللحمة المفرومة علشان صانية الرؤاء عايز اقولك يا امر ان صانية الرؤاء العادية بتتعمل بربع كيلو لحمة مفرومة لو انت عايزها بقى حاجة فخمة حاجة جميلة كده ومغزية ومش عاملة جنبها لحوم يعني شوية لسانة عصفور او مكارونة محمرة عاملة نواشف يبقى حطي نص كيلو لحمة مفرومة هتطلع معاك حكاية تحفة انا دلوقتي خرطت بصلاية حمرة وخرط كمان بصلاية بيضة عليها البصلة بتخلي اللحمة او اي اكلة رئها مسكر وبتخليها تكتر كمان والبصل كله فيتامين هاختار بقى ايه البصلتينكو برضو لخرطهم واجيب بقى شوية فلفل الوان اخرطهم عبل ما البصلة تتبل مش عايزين حمرها تقلية انا بس هدب بلها وقم جاهزة اللحمة المفرومة والفلفل الالوان اخرطه علشان انزل بيه اول من بصلة تتبل الرؤاء النهاردة هعمله رؤاء بلدي مش رؤاء آلي يعني رؤاء اليدوي اللي بيتامل عادي في الفرن بأدينا مش بيتامل آلي خرطت الفلفل الالوان وهبدأ اضيفه فلفل اخضر فلفل احمر فلفل اصفر كله رومي كله كالسيوم اقلب بقى كده شوح الفلفل معاه وحط فصين توم بس هيدو ريحة خطيرة جدا لللحمة المع الصغة وهيديها شمخة كده اضيف بقى البهارات الجميلة اللي عندي حط معلقة صغيرة سبع بهارات بتوع اللحمة وشوية فلفل اصود وشوية ملح صغيرين على قد اللحمة والبصل وحط كمان معلقة صغيرة بابريكا اقلب بقى المكونات دي مع بعض اخلي صنية الرؤاء بتاعتي تبقى عاملة زي البتزة الشرقي بس البتزة بيبقى من فوقها الكلام دوت انا هحط من جواها الجمال دوتها تبقى مليانة كل الفيتامينات والبروتينات وكل حاجة اللي شمها بس يتمنى يأكل منها ربع كيلو لحمة مفرومة كفاية على صنية الرؤاء انا عايزها تبقى مصبوطة مش سبيشيال دلوقتي بقى هعمل ايه هوتت نارة عليها كده اللحمة تتبل وتدي لون مجرد ما تاخد لون والفلفل يدي لون برضو اروح طفية عليها ومحضرة بقى الرؤاء والشربة السخنة بعد ما اللحمة استلقت اثبت الاول الحد ما حطتش ملحة على اللحمة قل لما تأكد ان اللحمة استوت لان الملح بيعجز اللحمة وهي خليها تقف عن السوا وانا حطة سكر ويتهم علشان اضاعي في درجة الحرارة وتستويب سرعة حضرت الصنية بتاعتي وحضرت طاصة صغيرة فيها يا سامنة ويا سلام بقى لو سامنة بلدي انسي جمالها ايه اللي هيقول هيحلف مكل في جمالها العمر كله ده انت في فرشة الصنية كده الجناب بتاع الصنية وقعر الصنية وهمسك الرؤاء بقى اجيب رؤاء لونها فاتح مش غمقة يعني مستوية على الهينة يعني لونها ابيض علشان احطها في القعر وزيها احطها على الوش علشان لما تتحمر ما تتحرقش معي هتاخد لون في الفرن في القعر والوش تبقى لونها مظبوط مش محروع لو رؤاء عندي اتكسر هحطه بين الرؤاء يعني مثلا تاني واحدة تالت واحدة المهم ما يبقاش في القعر ولا على الوش ادهن سامنة بين كل رؤاءة والتانية بالفرشة كده علشان يبقى يدوب بس كده مبلول سامنة علشان ما يبقاش يجزع انا عايزها مظبوطة خير الامور الوسط لما بدلو دلق كده بالمعلقة بيبقى طبقة فيها كتير وطبقة فيها بسيط لكن الفرشة بتزبط لك المقدار اللي انت بتحطيه اللي هو مقدار السامنة بالفرشة بس كده هندهن رؤاءة رؤاءة بعد ما بلها بالشربة وزي ما انت شايفة كده وهي بتنقط شربة بروح رصاها على اختها عادي ما فيش مشكلة بينهم ومن بعد سامنة تبقى رأتهم عاملة زي الفتير المشال ادهن برضو سامنة منساش كل واحدة ادهنها الصانية بقى عبارة عن كام رؤاءة الصانية بتتعمل من ثمن رؤاءات بحط اربعة الاول تحت وبعدين اللحمة المعصجة وارجع حط اربع رؤاءات فوق كده مقدارها تبقى مظبوط اكتر من كده هتبقى كتير تبقى تقيلة ما تبقاش القطع مظبوطة انزل بقى باللحمة اللي عصقتها بعد اربع رؤاءات وارجع اجيب اربعة تانية عشان احطهم في الطبقة اللي على الوش المهم منساش دهنة السامنة بالفرشة اللي انا بحطها ونقر اقبادة عشان اسيبها لوش الصانية علشان لما تدخل الفرن في النص على الشبكة تبقى والوش لون القعر لما قلب الصانية تديني اللون المطلوب اللون اللي انا عايزاه دايما قعر الصانية بيبقى مقلي قلي كده واللونه جميل ويبقى لون الحمارة عنده لون موحد بتبقى الوش كله لون واحد لما بقلبها على ناحية التانية قعر الصانية لما باجي اخرتها وطلعها خرط عايزة تخرطيها مربعة مسلسة حسب الاكل بس يفضل مربعة بنفضلها مربعة هي مش بزة عشان نعملها مسلسة كل رؤاءة والتانية زي ما انت شايفة ما بنساش ادهن سامنة بالفرشة سامنة بس ويتحط عليها الزيت هيخلي الرؤاء يبقى ناشف هو بس طبقة الوش اول رؤاءة واخر رؤاءة هي اللي بتبقى مقرمشة بوريك ان الرؤاءة اللي انا حطتها دي لونها ابيض في الوش بتاع الصانية لازم الرؤاءة تبقى بيدة وفي اعر الصانية كمان علشان ما تتحرقش معانا اكلة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت وكبير وصغير بيحبها سهلة جدا في وسط العزيم بتبقى مميزة صانية الرؤاءة باللحمة المفرومة وممكن كمان تحطت لها شاورمة فراخ تقطعي قطع السدر صغير وتعملها نفس التعصيجة بتبقى برضو جميلة حسب الامكانيات واللي متاح عندك الاكل لازم ننوع فيه علشان ما نزهقش وخصوصا لو عندك اطفال وبيحب الرؤاء نوع لهم ممكن تعمل رؤاءة بالسجوء رؤاءة بالسوسيس رؤاءة باللحمة رؤاءة بالفراخ دي منظرها بعد ما طلعت دوشها انا بقى مش هسيبها على الوش انا هقلبها على صانية اعرص صانية بيبقى لونه موحد لونه احمر خالص وشكلها طحفة كلها لون واحد مستوية مظبوط زي ما قلتلك على الرف على الشبكة ما بتاخدش عشر دقيق ربع ساعة بكتير لو قول مرة شوفيني اعمل اشتراك فعلي جرس عكت كل عشانو اصلي كل جديد سلام عليكم